الإسراء والمعراج كان تسلية وترفيها وترويحا لروح ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يصبر على أذاهم ويدعو الله أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ويوحده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وصبره على أذى المنافقين عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا وعليه إكاف وتحته قطيفة فدكية وأرضف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بن الحارث بن الخزرج وذاك قبل وقعة بدر حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فيهم عبد الله بن أبي وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي وجهه خمر أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذين في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه فقال عبد الله بن رواحة إغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك قال فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ثم ركب ذابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا قال اعف عنه يا رسول الله واصفح فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شريقا أي غص بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة